هنروح لأخبارنا ونبتدي كرة اليد بكرة مباراة القمة بإذن الله مباراة الأهلي والزمالك على صورة مجمع الدكتور حسن مصطفى بستة أكتوبر في الجولة الخامسة من الدور الثاني في دوري المحترفين المطشة هيكون الساعة تمانية ونص أول الدوري حتى الآن نادي الزمالك برصيد سبعتاشر نقطة يجي وراء نادي الزمالك نادي الأهلي الزمالك متصدر سبعتاشر نقطة الأهلي يجي وراء في المركز الثاني برصيد 15 نقط طيب من ست فرق اللي بلعبوا دلوقتي الأهلي والزمالك وسموح والبنك الأهلي طلاق الجيش وسبورتين طيب مباراة بكرة مهمة جدا آه مهمة جدا لازم ان شاء الله بكرة لعبتنا تبقى مركزة أنا عندي ثقة الحمد لله يعني حالتنا الفنية كويسة حتى المطش اللي احنا يعني تعادلناه مع سبورتين كان برضو ما كناش بالسوق اللي هو يعني كنا ممكن نكسر من الآخر آه الفكرة كلها انه وشوفنا مطش سموحة وشوفنا ايضا آه مباراة طلاق الجيش اللي اتنين كانوا مع ملعبنا سموحوا طلاق الجيش فشوفنا المباراة دي قد دي احنا كنا الحمد لله في حالة جيدة نتمنى بكرة التوفيق نتمنى يا رب اللعبات بقى مركزة آه نتمنى ان نبقى يعني نبقى نازلين ان احنا ما فيش عندنا آه يعني زي ما بيقولوا آه اختيار تاني يلفوز يلفوز فان شاء الله كلنا ثقة في اللعيبة وثقة في الجهاز الفني ان شاء الله وبنطلب من جمهور نادي الاهل دعم الفريق طبعا في كل مكان في سوشال ميديا وحتى لو حد يقدر يوصل للمداربين او اللعيبة ندعمهم بكل قوة ان شاء الله مباراة مهمة جدا كل التوفيق باذن الله لفريق كرة اليد الرجال بكرة ان شاء الله اشتركوا في القناة